انتقد المدافع الاسباني النادي ريال بيتيس الاسباني هكتور بيلرين تجاهل الدول الغربية للمعاناة التي تعيشها بعض دول الشرق الأوسط. خلال مقابلة مع ميديا انجليز الاسبانية وهي قناة اسبانية ندد بيلرين بانحياز الإعلام الغربي وتضامنه مع الحرب في أوكرانيا. وقال أتعجب من الاهتمام بالحرب في أوكرانيا فقط وهناك حروب أخرى تدور حول العالم. الحرب في فلسطين لم يتحدث أحد عنها أو حتى ما يجري في اليمن أو حتى العراق. الآن رونسيا لن تلعب في المونديال هي أشياء لم أرها من قبل. أعتقد بكل صراحة أن اهتمام الإعلام بهذا الحرب عنصري واستهتار بحياة الآخرين الذين يفقدون حياتهم في حروب أخرى. لم تنى المقابلة بيلرين تغطية إعلامية كبيرة على المستوى الأوروبي. لكن تضامن اللاعب المغربي ونجم نادي باريس سنجرما الشف حكيمي بالتصريحات. التي أدل بها هكتور تضامن معها. في تغريدة له علق حكيمي على تصريحات بيلرين. وكتب أن تنجم داخل وخارج الملعب. العديد من المغردين العرب علقوا على هذه التصريحات. هنا عزيز يكتب. أرجى للرجال في إسبانيا. أما ريالفا يرد. لما الأسباني المسيحي بيلرين يطلع ويصرح بهذا الشكل صلاح ومحرز. أما هنا محمود. أوكرانيا شعرهم أصفر. يبدو أن يرد عليه. أوكرانيا شعرهم أصفر. عونهم خضر. إزاي تقارنهم فينا؟ مرتضى. يا أخي كلام كبير. ما أحد يقدر يقوله من بعض اللاعبين العرب الموجودين في أوروبا. يحسب لك هذا. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها.